السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم معكم مسهي برجب نحن نشاهد رسالة رابعة من كامل مع بعضنا ياولاد حل امتحانات المهام الأدائية والنهاردة معنا مدة العلوم للصف الرابعة التين من الأول عشرين واربعة وعشرين نزلنا جميع المهام هنا على القناة للصف الرابع والخامس والخامس ويسيرت مش بس الإنجليش وقت مراجعات زي ما أنتم عارفين بنزل لكم مراجعات وحاجات يعني الجميع المهام مش بس الإنجليش تمام عندنا أول مهام يولاد النهاردة في العلوم بيقول لي المهام الأدائية الأولى الفيد الإفريق والفيد الأسيوي بالنسبة للكثيرين منا تتشابه معظم الفيلة مع بعضها بشكل يصعب على إنسان العادة التفريق بينها تمام؟ ويختلف الأمر تماما بالنسبة للعلماء لأن هناك نوعين رئيسيين من الفيلة يبقى الأمر بيختلف كمان بالنسبة للعلماء لأن هناك نوعين رئيسيين من الفيلة الفيد الإفريق والفيد الأسيوي في الافريقي وفي الاسيا اذا علمت ان الفيد الافريقي يعيش في بيئات مرتفعة درجات الحرارة بينما يعيش الفيد الاسيا في بيئات معتدلة درجات الحرارة يبقى الفيد الافريقي يعيش في ايه بيئات ياولاد مرتفعة درجات الحرارة لكن الاسيا في بيئات ايه معتدلة اي الفلين امامك هو الافريقي وايوهما الاسياوي ولماذا من الشكل كده من افريقي ومن اسياوي من الشكل بتاعه كده ياولاد قال لك الفيد العسيوي ده اللي قدامنا ده اذن له اذن صغيرة وارجل قصيرة ويساعدان على التدفئة تمام لان احنا قلنا ايه بيعيش في بقاتل اولاد معتادلة يعني بردة يبقى احنا عرفنا ان ده الفيد العسيوي لان ليه اولاد له اذن صغيرة وارجل قصيرة يساعدان على التدفئة ده بقى الفيد من شكله مين الفيد الافريقي عرفنا ازاي لان له اذن كبيرة وارجل طويلة يساعدان على تبريد الجسم لانه بيعيش فيها اولاد في مناطق ايه مرتفع درجات الايه الحرارة يبقى ده افريقي وده اسيوي يبقى ده اذن كبير افكر من خلال درجة الحرارة بالبرد الجسم يتفق خبراء الحياة البرية في الوقت الحاضر ان الفيلة تتعرض لخطر نتيجة لتدمير بيئاتها الطبيعية يبقى الخطرة دلوقتي المتعرضة للفيلة يا اولاد تدمير البيئات الطبيعية اللي بتعيش فيها ليه استخدامها للزراع الناس بتزاعد من ارضنا عشان تزراحها او لبناء المباني وكذلك ايه بيصدوا برضو الحيوانات دير اللي يصدوا الفيلة كذلك صيدها بزرطة الصيادين الحسرة على الانيابها لتجارة الايه العاج لان ايه الانياب بتاع الفيل مصنوع من العاج اكتب عدة اقتراحات للحفاظ على الفيلة من تأسيرات النشاط الانساني اكتب عدة اقتراحات للحفاظ على الفيلة من تأسيرات النشاط الانساني استخدم الكلمات المرشدة التالية صيد الفيلة وضع قوانين تمنع ايه ولاد هنمنع صيد الفيلة طيب التوقف عن ايه التوقف عن تدمير بيئة الفيلة الطبيعية والتوقف عن صيد الفيلة وباقتراحات عشان احفظ على الفيلة من تأسيرات النشاط الانساني وضع كوانين تمنع كوانين تمنع ايه تمنع صيد الفيالة لان الصيد ده بيأثر عليها بخلاقات ايل في الصدور عشان يبقى عن نيابها وتجروا فيها لان ايه مصنع من العاق التوقف عن ايه قالك بالدمار التربة بيخضوها يزروها عليها ويبنوا مباني يبقى التوقف عن تدمير بيات الفيالة الطبيعية والتوقف عن صيد الفيالة المهمة اللي بعد كده يقولك اين يعيش اين ايه يعيش لاحظ السرعة التي امامك توقع اين يعيش هزا الحيوان زي الازن الكبيرة ودانه كبيرة في بيأة صحراوية حرة ام بيأة سلجية بردة او دانه كبيرة يبقى يعيش في بيأة صحراوية حرة ليه ايه الدليل ازن طويلة تساعده على تهوية جسمه ويفقد الحرارة من خلال ايه الازن زي السعر بالفنك كده يفقد حرارته من خلال ايه ازنه اذا علمت ان هذا الحيوان عندما يرى عدوان له من الحيوانات الاخرى يقف ثابتا دون اي حركة حتى لا يراه العدو بيثبت عنده ثابت في الحركة الثابت في الحركة ده تكيف سلك ولا تركيب يا اولاد طبعا ده تكيف سلوكي يبقى التكيف انه يقف ثابتا دون حركة تكيف سلوكي اولاد يمتلك هذا الحيوان ارجلا طويلة تساعده على الهرب من الاعداء الارجل الطويلة عنده في جسم ده ده تكيف تركيبي يبقى الحاجة اللي موجودة كده في الجسم يا كده كده موجودة ده تكيف تركيبي اولاد لكن السلوك والتصرف او حاجة بيعملها الحيوان او اطلع اي حاجة ده تكيف سلوكي يبقى انه يقف ثابت ده سلوكي ان يكون عنده ارجل طويلة ده اي تركيبي في الصورة التي امامك دي غزال الصحراء هو من الحيوانات التي تكيفت للحياة في البيئة الصحراوية لاحظ الصورة واحدة تعالي نشوف غزال الصحراء تكيف يمكنه يمكنه تكيف بيخليه يجري من الجري سريعا الجري سريعا ده قدمه طويلة تبنعه ايه تركيبي عم سلوكي ده تركيبي التكيف اللي بيجري من الجري سريعا ده عنده قدمه طويلة طيب ده حاجة موجودة في جسم بدا تكيف اولاد تركيبي ينشط هذا الغزال ليلا بيانشط ليلا للحصول على الغزاء وتجنب الاعداء يبا هو بحب يخرج بليل وايه ويحصل على الغزاء عشان يكون بعيدة عن اعوان اللي الاعداء ده ايه ده حاسة تكيف تكيف سلوكي ده حركة بيعملها تمام ده كلا مقادمة نكون طويلة حاجة موجودة في الجسم تركيبي يا اولاد سلوك او التصرف ده سلوكي مهمة لبعد كده ويقولك هل يمكن للدب القطبي ان يعيش في بيئة حرة تعال نشوف ده رسا ان الدب القطبي يتكيف مع الحياة في البيئات شريدة البرودة فالدب القطبي يا اولاد يتكيف مع الحياة في البيئات ايه شريدة البرودة فلماذا لا يستطيع الدب القطبي الحياة في الصحراء الحارة لما ينفعش رح يعيش في الصحراء الحارة يا اولاد قالك اول حاجة لوجود فرق سميك ابيض ودهون متراكمة تحت الجلد ان الحاجات دي الفرق السميك الابيض ده والدهون المتراكمة تحت الجلد هلا بيساعده ان هو يعيش في مطاق الكطبيش ده البرودة اخدوا بقى والوضع ده وضي صح ده كده هيموت اصلا طيب كمان حاجات بيتكيفه ازن صغيرة وارجل قصيرة الازن الصغيرة وارجل قصيرة وارجل ما ينفعش في الصحراء عشان يعيش في الصحراء يكون عندي ازن كبيرة افقد منها الحرارة يكون عندي ارجل طويلة طيب يبساب ان هو ما ينفعش يعيش في بقى حرر ده الدب القطب ان عنده فرق سميك ابيض ودهون متراكمة تحت الجلد مع ازن صغيرة وارجل قصيرة مع التغيرات التي يجب ان تطرع على هذا الحيوان حتى يمكنه الحياة في الصحراء الحارة لازم ايه يكون في بعض التغيرات علشان ايه ينفعش في البيئة الحارة قالك لون الفراية تغير مثلا اللون الايه الاصفر يبقى لونه لازم يبقى لون اصفر طيب الدهون المطرق متحت الجلد قالك تقل ولا تكون موجودة اساسا فكر وتوقع لو انتقل الدب القطب للعيش في بيئة الجمل السحراء السحراوية هل تستمر حياته نعم ام لا لا طبعا هيموت يا ولاد الدب القطب لو رعيش في الصحر بتاعته للجبل هيموت بالحر ايهم تفضل قد تختلف انواع السيارات باختلاف صور الطاقة التي تستخدمها فهناك سيارات تعمل بطاقة الشمسية يبقى قد تختلف انواع السيارات باستخدام بطاقة الشمسية لعيب تستخدمها في سيارات تعمل بيئة بطاقة الشمسية واخر تعمل بطاقة الايه بطاقة الكهربية واسر ستعمل بيئة بالبنزين يبقى فيه سيارات تعمل بطاقة الشمسية والسيارات بالطاقة الكهربية والسيارات بيئة بالبنزين لو كنت صاحب قرار في مدينتك لو انت وضع يعنى او منصب وكان عليك اختيار نوع واحد من السيارات لتكون السيارة الرسمية في المدينة كيف تختار نوع السيارة وفقه للمعادة التالية لو انت واحد مسؤول وعاوز تختار نوع يا ولاد يكون هو النوع الرسمي يعني السيارة الرسمية عندك في المدينة المعيار عايزين مصدر رخيص للطاقة دي سيارات التاقة الشمسية ولا التاقة الكهربية ولا التاقة الكيميائية طبعا سيارات التاقة الشمسية مصدر رخيص للطاقة مش مكلفة طيب الحصور على طاقة نظيفة دون تلوث سيارات التاقة الشمسية بتكون اي ولاد نظيفة والطاقة الكهربية برضو بتكون نظيف لكن الكيميائية لا. رتب السيارات حسب افضلياتها لمدينتك التي تستطيع فيها او تصبح فيها الشمس لساعات طويلة. رتب السيارات حسب افضليات المدينتك ايه? انت مدينتك تصبح فيها الشمس. الافضل نبدأ بايه? سيارة الطاقة الشمسية طبعا. هي لها ايه? سيارة الطاقة الكهربائية واخرها هي سيارة الطاقة الكيميائية. اكتب سيقة القرار الذي تتخذه متضامن مبارداته. الكرار هنقول ايه? سائرة الطاقة الشمسية. لان الطاقة الشمسية اكثر مصدر رخيص للطاقة. اذا ناخد اي اولاد سائرة الطاقة الشمسية. ليه? لان الطاقة الشمسية اكثر مصدر رخيص للطاقة. طيب. واكثر مصدر متاح في مدينتي للحسرة على الطاقة نظيفة بدون تلوث. واكثر مصدر متاح في مدينتي للحسرة على الطاقة نظيفة بدون اي بدون تلاوس العلوم مسابقة رياضية أمامك مسابقة لرياضة كفز ماذا تلاحظ في تحاولات الطاقة في طاقة وضع وطاقة حركة أثناء اكتياز اللاعب الحاجز بدي مسابقة رياضية عايزنا رحص حاولات الطاقة لتاقة الوضع وتاقة الحركة أثناء اكتياز اللاعب الحاجز شايفين في الشكل السابق حدد نوع الطاقة طاقة الوضع وتاقة الحركة أثناء مراحل قفز اللاعب الموضع الموضع رقم واحد داولات ده ايه قالك نوع الطاقة المكتسبة دي طاقة ايه طاقة حركة يبقى ده ايه طاقة حركة الموضع التاني ده دي طاقة وضع ده كده ايه وضعه بيقفز كده بتحرك وخلص كده هيكفز بقى كده ايه ده وضع الموضع التالت طاقة ايه طاقة حركة يبقى حركة وضع حركة حركة وضع ايه حركة في اي موضع يكون اعلى طاقة وضع واحد والتنين والتلاتة طبعا دي اعلى طاقة وضع اللي هي مين التانية في اي موضع يكون اعلى طاقة حركة في التالتة شايفين الحركة بتاعته اعلى شوية من الحركة الاولى تمام? كده يا ولاد انتهينا المهمات اللي عاولوا من الصف الرابع التيم الاول عشرين باع وعشرين. دلوقتي المهم العديد كلها موجودة على القناة في كيما تتغيل الصف الرابع. وكيما تتغيل الصف الخامس والسادس. مهم العديد جميع المواد الموجودة يا ولاد. يلا تبقى لايك للفيديو واشتراك في القناة. ومنتبع لصفحة الفيسبوك. ميسي برجب. لفس اسم القناة. تنسانا ان شاء الله كل جديد. في انتظار دعمكم المستمر. بتمنكم نجاح بروة وتوفيكت معكم ميسي برجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.